بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد ما عرفنا في الفيديوز اللي فاتت مصطلحات زي وعرفنا ال وعرفنا ال وعرفنا ال تعالوا بقى نمسك الكلاص نتكلم عنه نتكلم عنه بالتفصيل ونشوف الكلاص بيتكون من ايه اول حاجة اي كلاس في الدنيا بيتكون من حاجتين بيتكون من على سبيل المسال لو احنا افترضنا ان الكلاس ده كلاس كار ده الكلاس بتاع العربية طيب اي عربية في الدنيا بتتكون من حاجتين بتتكون من صفات وبتتكون من افعال يعني العربية دي ايه مواصفاتها ايه مميزاتها العربية دي بتقدر تعمل ايه ال actions اللي هي بتعملها اللي انا بقوله ده ينطبق على اي كلاس مش شرط كار سواء كان كار كان بيرسون كان هيومن كان ماشين كان اي كلاس ستيودنت كلاس لا اي حاجة في اي حتة دايما كوا من حاجتين صفات وافعال طيب الصفات والافعال دول اسموهم ايه بنسميهم ال attributes 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 والافعال اسمها methods او functions المثلز او functions اللي احنا عارفينها سواء انت عارف java او عارف اي لغة برمجة هي functions او المثلز اللي انا اقصدها ودي ال attributes او بنسميها fields او بنسميها properties كلها مسميات لنفس الحاجة دي الصفات اللي بتميز يعني على سبيل المثال لو احنا جينا كده ناخد مثال للكار او المثال العربية ده ايه الحاجات اللي بتميز العربية الحاجات اللي بتميزها كسفات تعال نفكر كده مع بعض ايه اللي بيميز العربية والله اللي بيميز العربية مثلا سرعتها اللي بيميز العربية مثلا لونها اللي بيميز العربية مثلا الموديل بتاعها ولو رصينا بقى هنرص حاجات كتير قوي طيب الأكشن العربية بتعملها الأفعال العربية بتعملها لأن العربية مثلا ممكن أنا أفتحها turn on أو turn off ممكن أنا accelerate accelerate دي يعني يدوس على البنزين ممكن أنا break break دي أنا di function طبعا هي ممكن أنا accelerate ممكن أنا turn off و turn on العربية turn off مثلا واخد بالك معاه فأي كلاس الدنيا بتكون من الحاجتين دول متفقين طيب تعال نعمل كلاس كده مع بعض نشوف نكتب كود بقى ونبدأ نشوف الكلاس ده اللي أنا قلته ده دلوقتي إزاي هنكتبه في الكود وإزاي نبدأ نمشي واحدة واحدة بقى في إن إحنا إزاي نكاريت object وإزاي الكونستركتور بيبقى في الكلاس وهلا أنا هعمل كونستركتور ولا هو موجود وكل التفاصيل اللي إحنا محتاجين نعرفها طيب في الأول أنا هحتاج برنامج إيه أو إنت محتاج برنامج إيه عشان تطبق معايا أنا هشتغل على البرنامج ده اللي اسمه IntelliJ اللي كان متابع معايا البلاي لست بتاعة الجافا هيكون عارف البرنامج أنا تكلمت عنه وتقريبا في أول فيديو في البلاي لست بتاعة الجافا أنا قلت إزاي نعمله داونلود ده اسم البرنامج IntelliJ تقريبا يعني ممكن كل سبيلنج مش مزبوط بس هو ده الإسمي لو حابب أنت تشتغل على البرنامج زي نيت بينز أوكي حابب تشتغل على إكليبس ماشي حابب تشتغل على إي دي إي تاني بلغة برمجة تانية واتطبق الكنسيبت بتاعي بلغتك أنت إتس أوكي هتعرف تعمل ده مفيش مشكلة خالص فالإي دي إي إي دي إي يعني البرنامج اللي أنا هشتغل عليه هو مش هيفرق معايا أيا كان إيه هو المهم من أنت تعرف تفوله أب معايا أنا بريكممند أو أنا بحب أو أنا بشتغل بإنتلي جي طبع شركة جيت برينز ده دي الشركة اللي عاملة أندرويد ستوديو وعملة إنتلي جي وعملة برامج تانية كتير أهو عاملة إي دي إي س كتير قوي لحاجات كتير تمام طيب أنا كريت بروجيكت جديد يعني لو أنا فتحت البرنامج السيت أب بتاعه سهل ما فيش فيه مشكلة وعملت نيكست نيكست عملت جوافة بروجيكت عادي جدا سوبر سيمبل معملتش أي حاجة فيها اختراعات يعني طيب إحنا عايزين بقى دلوقتي نشوف هنعمل إيه هو عمل لي فولدر أو عمل لي باكت جي اسمه كوم دوت عمر دوت كات وعمل لي الفايل المين اللي هو بيقول لي هنا write your code here هبدأ أن أنا أكتب الكود بتاعي هنا طيب إحنا عندنا هنا إيه إحنا عندنا هنا عايزين نعمل كلاس كار عايز أعمل كلاس أسميه كار وأبدأ أديله الصفات بتاعته الأتريبيوتز وأبدأ أديله الأفعال أو الأكشنز بتاعته اللي هي الميزودز والفونكشنز زي ما إحنا شايتين طيب تعالوا كده أنا بكاريت كلاس إزاي اتفقنا أن الكلاس ده هو الفايل أو هو الملف يعني البرنامج الكلاس اللي ابتدائي أو الفايل اللي ابتدائي اللي البروجرام بيفتح عليه هو اللي اسمه المين ده public class main بدايته من هنا ونهايته هنا جواه فيه فونكشن الفونكشن دي هي المسؤولة أن هي بترن الكود اسمها المين فونكشن دي ما ينفعش أنا أغير فيها ولا ألعب فيها هي موجودة كده وده دي علامة الرن بتاعتها هي دي اللي بتخليني أرن الكود يعني لو كتبت هنا مثلا لو كتبت هنا عايزة هلو هومر ودوست رن كده هي برنت عادي والبروجرام شغاله مفيش مشكلة طيب كويس جدا طيب أنا بقى بكاريت كلاس إزاي في الجوافة أو أنا بكاريت نيو فايل إزاي عشان نبدأ أن احنا بقى نحط فيه الشغل بتاعنا طيب أنا هاجي هنا هقف على البكتج بتاعتي خد بالك أنا عندي الملفات هاي كلها مقفولة أنا دوست على زرار البروجيكت اللي هنا ده فتحت الفولدر اللي فوق أنا مسمي الفولدر OOB1YouTube وده المكان اللي أنا حافظ فيه الفولدر في الZ في الانتليجي بروجيكت هنا هفتح السورس SRC الفولدر اللي باللبني ده تقريبا هدوس عليه كده فتح لي دي اسمها البكتج بتاعتي أو خلينا نقول أن دي الفولدر اللي أنا بخزن فيه الفايلات بتاعتي أقدر أعمل أكتر من فولدر وأقدر أعمل اللي أنا عايزه كله هدوس على المين ده هيفتح لي الفايل اللي أنا بكتب فيه الكود كله متفقين طيب أنا هقف على com.omr.cat وهعمل click يمين بالماوس new java class هسمي الclass بتاعي بما أن اللي أنا بشرحه ده دلوقتي object oriented programming أنا مش بشرح java فاللي كان متابع java أو اللي عارف java ال syntax ال convention عندي في java العرف في كتابة الكود أن أنا الclass بيبدأ بحرف capital يعني على سبيل المثال لو أنا عايز أكتب class مثلا my best friend ده اسم الclass مثلا هكتب m capital b capital كده أول حرف من أول كلمة capital الكلمة اللي بعدها أول حرف فيها capital الكلمة اللي بعدها أول حرف فيها capital كلهم لازقين في بعض مفيش underscore مفيش أي حاجة من الحاجات دي ده السنتكس بتاع الجوفا أنت بقى جاي من java script جاي من python جاي من اللغة تانية اتتبع الconvention بتاع اللغة بتاعتك لو أنت بتكود بلغة تانية أنت بتتتبع لغة بتتتبع طريقة الكامل كيس اللي أنا بكتبها في الconvention في الكود يبقى احنا بنكتب الclass بالمنظر ده ولو كان ده property أو كان ده attribute بكتبه كده my best friend أول حرف small الحرف اللي بعده capital الكلمة اللي بعده أول حرف capital الكلمة اللي بعدها أول حرف capital اللي أنا بقوله ده دلوقتي ينطبق على أسماء الfunctions أو وبينطبق على أسماء ال البروبرتيز أو لكن في الclass أول حرف بيبقى capital منتفقين طيب بما أن أنا هعمل class car هيبقى الclass بالمنظر ده وهدوس enter أنا هواقف على class وهدوس enter راح هو عامل لي file هنا اسمه car public class car هنعرف كل الكلام ده بالتفصيل دلوقتي وفوق هنا عامل import أو زاكر اسم package package com dot omar dot cat يعني الفايل أو الملف أو class اللي اسمه car بيقع جوه الفولدر ده اللي هو هنا طيب لو أنا شيلت class car ده كده بإيه دي حطته فوق هنا وعملت refactor هروح كده بص الcar ألاقي الpackage اللي فوق راحت مش كان فيه فوق هنا كلمة package com dot omar dot cat لأنه هو كان جوه الفولدر لما أنا شيلته كده بإيه دي حطته في ال source راح كلمة package com dot omar لأنه هو ما بقاش خلاص في الفولدر فأنا هرجعه تاني اللي أنا بعمله ده مش مهم أنا بس بخليكم تعرفوا على البرنامج وبنبريك الايس كده مع البرنامج زي ما بنقول مش عايز الدنيا تبقى مبهمة أو إن الناس تبقى مخدودة من البرنامج أو من الكود الموضوع إن شاء الله هيكون بسيط طيب أنا دلوقتي في احنا متفقين إن أنا عايزة أعمل حاجتين أول حاجة أنا عايزة أعمل attributes بتاعتي attributes تاني حاجة أنا عايزة أعمل functions بتاعتي أو زي ما بنقول عليها methods attributes بنقول عليها properties بنقول عليها fields بنقول عليها حاجات كتير هي مصطلحات لنفس المعنى attributes دي بتربريزنت الصفات بتاعت الصفات بتاعت functions أو الميسود بتربريزنت أو بتعبر عن الأفعال بالعربي هون دي الأفعال ودي الصفات طيب تعالوا نعمل الصفات كده بالراحة واحدة واحدة مع بعض طيب احنا قلنا هنا الصفات اللي عندي عندي l speed والcolor والmodel ممكن نزود أكتر من كده بس تعالوا ناخد حاجة كده بسيطة طيب color أو l speed l speed مثلا بتاعت العربية سرعة العربية ال beta type بتاحها إيه أو نوع البيانات بتاعتها إيه ممكن تبقى int سرعة العربية 160 170 180 ممكن نعملها double لو هي مسلا فيها كسور it's okay ممكن نعملها int مش هيفرق معايا هقول له int speed تمام تاني حاجة أنا عندي color هقول له هنا string color اللي هو ببدأ أحدد الصفات أو الصفات بتاعت العربية خد بالك خلنا نفتكر ما تسترحش مني اللي أنا بعمله ده دلوقتي class اللي هو بيبقى design للobject يعني ما تقوليش يا عمر هو اللون دلوقتي هيبقى إيه طب هو سرعة العربية دلوقتي هتبقى كام لا اللي هيحدد ده هناك الobject لما جا كريته اللي هي العربية الفعلية اللي أنت هتركبها أنت ما بتلاقيش سرعة العربية في الموديل أو في الدزاين لا بتشوف سرعة العربية وبتجرب سرعة العربية فعلا مع الobject نفسه تمام وهنتكلم عن تفاصيل كتير في النقطة دي دلوقتي تالت حاجة عندي الموديل ممكن أعمله string برضو فيش مشكلة الموديل بتاع العربية طيب دي الصفات اللي بتميزة العربية طيب الأفعال اللي ممكن العربية تبقى بتعملها احنا اتفقنا أن الأفعال أو functions أو methods دي الأفعال بتبقى methods يعني فأنا هاجي هنا أقول طبعا هنعرفين المثال ليها return type لو كان int أو string أو أي data type في الدنيا أو ممكن تبقى void معناها أن هي مش بترجع حاجة أنا بحاول كده أقول الحاجات سريعا اللي أنا بستخدمها عشان لو حد مش عارف جافا يبقى ها بي full up معايا ما يقعش مني خالصين ففويد دي معناها أن أنا مش هتيرن حاجة من function ممكن نعمل function مثلا نسميها turn on إن العربية هتبدأ تشتغل أو هندور العربية ال syntax العادي جدا بتاع الفونكشن اللي احنا عارفين return type أو void اسم الفونكشن أو الparameters لو هي بتاخد parameters وال to curly brackets اللي هي body أو implementation أو بتاع الفونكشن ممكن نطبق هنا كلمة نقول مثلا car is being turned on now مثلا أو أي حاجة تمام تاني function عندي ممكن نعمل break مثلا void break واطبق فيها كلمة break حلو عندي بعدها ممكن accelerate أو turn off ممكن نقول void turn off مثلا ونقول فيها system.out.print اللي اقول فيها مثلا car has been stopped now أو turn off أو أي حاجة تمام يبقى أنا دلوقتي عندي عملت ال class اهو عادي فيه كلام انت مش هتبقى فهمه دلوقتي زي كلمة public دي لسه ما تكلمتش عنها أنا فاهم هنقول كل ده وإحنا ماشيين مع بعض صبرك علي كده عملت attributes اهو وكده عملت functions بتاعتي اهي طيب يبقى احنا كده عرفنا class بيتكون من ايه صفات وافعال عرفنا الصفات شكلها عمل ازاي عرفنا الافعال شكلها عمل ازاي ولسه هنقول حاجات تانية فيهم تعالى بقى نمسك ال constructor وال object اللي اتنين مع بعض ليه اللي اتنين مع بعض لأن الinction Want Mira تعال هنا كده نطلع برا في coad وني بيجي نcarryt object من class car أنا بكاريت object من class car فين بكاريته برا في المكان اللي انا عايز استخدم فيه object او في المكان اللي انا عايز الكود يي Erin فيه احنا عارفين انه عندي المان هي المكان اللي بيرن الكود بتاعي فأنا عايز ارن الكود بتاعي في المان في المكان اللي بيرن الكود فأنا هكاريت الابجيكت بتاعي في المين? عشان البروجرام او الكمبيلر يقرى الابجيكت اللي انا كرييته ويعمل البروسيس او الابريشنز او الحاجات اللي انا عايزها على الابجيكت ده. طيب انا بكرية ازاي في الجافا. طريقة الابجيكت كرييشن. الطريقة بسيطة جدا. بكتب اسم الكلاس. كار. وباخد منه. بكتب اسم الابجيكت او الرفرنس ابجيكت وهنتكلم عن الحتة دي برضو في التفصيل فيديو الجاي. هقول مثلا سي وان. اوكي? هقول بي ايكول نيو كار. السطرة اللي انتو شايفينه ده. طيب. السطرة ده معنى ايه? انا كتبت اسم الكلاس اهو كار. وكتبت اسم الابجيكت او الرفرنس ابجيكت بتاعي. سي وان. سي وان ده. خلينا دلوقتي كده نقول ان ده الابجيكت. لحد ما نوضح الحتة دي الفيديو الجاي. سي وان ده الابجيكت بتاعي. اوكي? نيو دي كي وورد او كلمة مستخدمة في اللغة بتخليني اكاريت اوبجيكت. في لغات برمجة بتكاريت بها اوبجيكت اسم من غير نيو. زي دارت وزي كوتلن وزي لغات تانية كتير. يعني انت بتنستانشيات اوبجيكت من غير ما تقول له نيو. احنا عندنا في الجافا بنقول نيو. وبقوم كاتب اسم الكلاس تاني وبقوم كاتب القصين دول. دي طريقة ان انا اكاريت اوبجيكت. طيب. يعني السطر اللي انت شايفو ده كده? هو كاريت لك اوبجيكت جديد. كأني قلت كده. انت اكس مسلا. او كأني قلت انا بحاول بس بس بسط لك الموضوع ان هو زي اي ديتا طيب انت بتكاريته. كأنك كاريت حاجة جديدة من نوع انت حاجة جديدة من نوع كاريت اي حاجة انت عارفها. فانت كاريت حاجة جديدة خالص اسمها بس الفكرة ان ده نوعه. هو مش عايز يمسح ليه? بس الفكرة ان ده نوعه كار. الديتا طيب بتاع سي وان كار. يعني انا لو جيت اسمي واحد تاني كار سي وان بتاقل نيو كار هيديني ارر. هيقول لي انت سميته قبل كده. زي لما اقول مثلا انت اكس وانزل تاني اقول انت اكس. هيقول لي الفاريابل ده ده في السكوب. هيقول لي انت معرفه. قال لي الفاريابل سي وان از اريدي دفايند انت سكوب. انت عامل سي وان قبل كده. لكن لو قلت له سي او سي اربعتاشر خلاص دي حاجة جديدة. يبقى عرفنا انا łumưngاء ابقيت ازاي في الجوا. طيب تعالى نفهم. فين يا عام وفين يا عام الكلام اللي انت بتقول عليه ده. طيب ده اسم وده اسم دلوقتي. خلينا نقول لنا ده اسم دلوقتي. هي الكلمة المستخدمة عشان افهم البرنامج ان انا هكارذي اوبجيكت. ده اسم. طيب دول هم الكونيستراكتور. في السطرة اللي انا كتبه دا دلوقتي. القصين دول. هما الكونيستراكتور بتاعي. هما الحاجة اللي خلتني اكارية الابجيكت. فين الابجيكت? فين الكلاس? كار. فين الكونيستراكتور? القصين دول. تعال نكتبهم كده عشان تبقى شايف. كار ده اسم الكلاس. طيب. سي عليهم وهم موضع الفيديو ده. تمام? طيب. انا دلوقتي عايز اعرف انا شفت الكلاس. انا شايف ان الكلاس هنا اهو موجود. ده الكلاس بتاعي. وفهمت الاتريبيوتز وفهمت الفونكشنز. وانا دلوقتي ااا شايف الابجيكت اسمه اهو. ماشي ما عنديش مشكلة. طيب فين بقى الكونيستراكتور? يعني هما القصين دول بس. لا هما مش القصين دول بس. بص يا سيدي. انا في حاجة عندي في الجافا اسمها ديفولت كونيستراكتور. يعني اي ديفولت كونيستراكتور? يعني الكونيستراكتور اللي في طراضي. يعني اي كلاس في الدنيا انت بتكريته او انت بتنشئه بيبقى موجود في باي ديفولت كونيستراكتور. حشاب بقى لك الموضوع بحاجة بسيطة كده. تخلى انت رايح تشتري ريموت جديد. والريموت الجديد ده مش هشتغل من غير حجرة. انت رايح تشتري ريموت جديد رموت للتلفزيون لأي حاجة. والرموت مش هشتغل من غير حجرة. في الغالب بتلاقي ان الرموت جاي مع حجرة. تخيل معي ان الرموت ده هو وعشان يشتغل او عشان يقدي دوره محتاج الحجرة. الحجرة دي فالجافا او البرنامج بيقول لك والله انت بتبدأ الكلاس لسه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا هتديك فادي تقدر ان انت تكاريت بي وتقدر ان انت تستخدم الرموت او تبدأ تتعامل بالرموت. تمام? طيب. هلانا اقدر انزل اشتري من السوبر ماركت حجرة جديدة غير اللي جات لي? اقدر. هل اقدر اجيب ماركة احسن من الحجرة? اقدر اقدر اجيب اكتر من من حجر للرموت. اقدر نص الموضوع ينطبق على الكلاس. ان انا اقدر اجيب اكتر من او اقدر انشئ اكتر من للكلاس. مع العلم ان في المسال بتاع الرموت انا ما اقدرش احط غير حجر واحد بس في الرموت ولكن مع الاختلاف ان في الكلاس عندي اقدر استخدم اكتر من في نفس الوقت وفي نفس اللحظة مفيش مشكلة. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. اوكي? طيب اما لي عمر ده موجود دلوقتي? اه هو موجود. طب انا مش شايفه. ولا انا كمان شايفه. انا مش شايف غير ومش شايف غير الفونشنز. اقول لك هو موجود موجود داخليا بس مش مكتوب. طب انا هكتبه دلوقتي بادي عشان اوريك شكله عامل ازاي? هو شكله عامل كده. ده شكل ده هو ال ديفولت كونس تراكتور. هو ده. يعني الشكل اللي انت شايفه ده من سطر ستة لسطر تمانية اي كلاس في الدنيا بتعمله ال ده بيبقى موجود بس احنا مش شايفينه بعنينه او البرنامج مش كاتبه لك. هو فاهم او هو عارف ان انت فاهم ان اي كلاس بتعمله انترنلي بيبقى فيه ديفولت كونستراكتور. تمام? يعني دلوقتي انت عايز تقول لي يا عمر ان ده هو الكونستراكتور اللي خلانا كارية الابجيكت. وان الكونستراكتور ده موجود. بس مش مكتوب. انا مش شايفه بعناي اقول لك اه. طب انت ليه يا عمر كتبته دلوقتي? انا كتبته دلوقتي عشان افهمك هو شكله عامل ازاي? طب انا يا عمر مش مصدقك بصراحة ومش واسط. وانا حس ان انت بتقول اي كلام. طب تعال نعمل سطرة باعة هنا. نبرنت كلمة. يعني ايه نبرنت كلمة? يعني هحط system.out.print جوه الكونستراكتور كار. طب انا هعمل كده ليه? عشان لما جا كارية الابجيكت ده. البرنامج بيخش في الكونستراكتور ينفز الاوامر اللي فيه. عشان ااكد لك ان ده الكونستراكتور اللي بيتم استخدامه. البرنامج احنا عارفين ان هو بيمشي من فوق لتحته من الشمال اليمين. الكمبيلر بيكمبيل الكود بالطريقة دي. واحنا عارفين ان البروجرام بيبدأ يكسيكيوت الكود بتاعه في المين. يعني هو بينفز الاوامر لجوه المين بس. لو انا كتب حاجة برا المين مش هتشتغل والبروجرام مش هيشوفها. فانا جوه المين بعمل كل حاجة انا عايزها يحصلها او يحصلها او تطبع او الكلام ده كله. فانا عندي هنا البروجرام لما بيخش يلاقي السطر ده بيروح في الميموري. هتكلم عن حيطة الميموري دي والابجيكت والريفرنس دي الفيديو الجاي بياخد ده. يحجزه في الميموري كابجيكت حجازه ما كان بالميموري. وبيقوم داخل على الكونستراكتور ده. لو دست كنترول وجده هدخل كده. هيقوم دخلني عالكونستراكتور ده او دخلني على الاسلوب او عالطريقة اللي كاريتتلي الابجيكت. تمام? فانا دلوقتي هحط سطر اطبعه وهقول عشان لما البروجرام يجي يقرأ السطر ده ويخش في الكونستراكتور يطبعه للكلمة دي عشان اتأكد ان انا فعلا بستخدم الكونستراكتور ده اللي هو الديفولت كونستراكتور. هتقول لي طب يا عمر انا عندي سؤال هو انا ينفع اكتب الكلمة دي في الديفولت كونستراكتور من غير مكتبه بايدي? يعني ايه? يعني من غير مكتب الكلام ده اقدر ان انا احط كلمة طباعة في الديفولت من غير ما اكتبه يقول لك لأ مش هينفع. هو الديفولت بيبقى فاضي. بيبقى بالشكل ده. بيبقى كده بس. هو موجود بس احنا مش شايفينه. فانا كتبته بايدي عشان اقدر احطه جواه سطر طباعة وعشان اقدر ان انا لما السطر ده البروجرام يخش فيه ويشغله اقدر ان انا لما اعمل تشغيل كده او رن يطبع لي كلمة تمام? طيب احنا بررنا اهو بنشوف طلع لي طلع لي هنا اهو السطر ده. طيب ده كلام جميل جدا وكلام حلو جدا جدا جدا. ازا انا دلوقتي ابتديت افهم الكلاس. ابتديت افهم انه بيتكون من ابتديت ان انا افهم ازاي انا بكاريت ابجيكت عن طريق النيو كي وورد. ابتديت ان انا افهم ان انا عندي كده كده بيبقى موجود. وهو شكله عامل ازاي? والدنيا بتحصل ازاي? طيب انا عايز اكاريت بقى جديد. مش اتا قلتلي يا عمر ان انت تقدر تكاريت عدد لا نهاية من الكونيستراكتورز وتقدر تعمل اللي انت عايزه. طب تعال بقى نبدأ نكاريت تانية. نبدأ نشوف لما كاريت جديد هل الكونيستراكتور القديم هيبقى فيه مشكلة معاه ولا لا? تعال نبدأ ان احنا نلعب مع الابجيكتز شوية ونلعب مع الاتريبيوتز دي شوية وده الفيديو الجاي.